اطلع محافظ حضرموت بخوت مبارك بن ماضي على نتائج الامتحانات الوزرية للمعاهد المهنية والتقنية التي احرز فيها طلاب معاهد ساحل حضرموت نتائج مشرفة وحصلوا على المراكز الاولى على مستوى الجمهورية وهن المحافظ بن ماضي الطلاب الحاصلين على المراكز الاولى ماربا عن فخره بهذا النجاح والتفوق العلمي ومباركا لهم هذا الانجاز الذي يعكس جهودهم وصرارهم على التمييز كما استمع المحافظ خلال لقائه مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني وتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور سالم صلاح باجابر الى شرح لترتيبات مكتب التعليم الفني لإقامة حفل تاتشين معمل الطاقة المتجددة الذي يأتي منحة مقدمة من جمهورية كوريا الجنوبية وستتضمن الفعلية تتحى قسم الطاقة المتجددة في المعهد التقني الصناعي بالمكلة مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعليم الفني والتقني في حضرموت والبطن ترجمة نانسي قنقر